الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي حفظكم الله ورعاكم وأكرمكم ما هي الغيب المحرمة؟ الجواب عن ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره الآن نعرف الغيبة المحرمة الغيبة المحرمة هي أن يتكلم الإنسان في مسلم في خلفه يعني هو لا يكون حاضراً معه بما فيه وهو لا يرضى، يتأذى، لا يقبل، ينزعج، لو علم لكره ذلك بما لا يجوز شرعاً يعني لغير سبب شرعي إذن الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما فيه هذا الأمر هو فيه في خلفه ليس حاضراً وهذه الغيبة لم تكن لسبب شرعي فهذه الغيبة محرمة وإذا كانت في حق الأتقياء فهي من الكبائر باتفاق العلماء يعني أجمع العلماء على أن الغيبة إذا كانت في مسلم تقي هي من الكبائر يعني ذنب عظيم والله تعالى حذرنا من الغيبة تحذيراً بالغاً ماذا قال في القرآن الكريم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه في أول الآية ماذا قال؟ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه تخيلوا أنتم واحد مثلاً له أخ مات وهو أمامه قعد يأكل من لحمه هذا الأمر كم هو منفر كم هو مزعج كم هو مخيف كم هو مقلق إذن أنت عندما تشتغل بغيبة هذا المسلم لو كنت أنت لا تحبه لا صداقة بينك وبينه مع ذلك لا يوجد سبب شرعي لتقع أو لتشتغل بغيبته حرام لا يجوز وقلنا إذا كان لغير سبب شرعي أما إذا كان لسبب شرعي يعني من باب التحذير الواجب فهنا لا تكون محرمة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن صحابية يقال لها فاطمة بن قيس قالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرها ونبهها مما يعرف فيه ما لأنها طلبت منه النصيحة فقال لها أما أبو جهم فهو ضراب للنساء لا يضع العصى عن عاتقه يعني كثيرا ما يضرب النساء وأما معاوية فهو صعلوك لا مال له وانتبهوا صعلوك لا مال له هذا ليس استخفافا وليس استهزاءا به وتحقيرا إنما يبين لها أنه لا يستطيع أن يؤمن لك النفق الواجبة وهنا لا يتكلم عن البحبوحة وعن الزوائد لا يتكلم عن التوسع في الملزات والنعيم إنما عن القدر الذي يجب لها عليه لا يستطيع أن يؤمن لها هذا القدر فإذا حذرها منهما وأرشدها قال انكحي أسامة يعني تزوجي أسامة في مثل هذا يجوز أو مثلا إنسان يبيع ويغش الناس في البيع في الطعام في الشراب في اللباس في الدواء أو يوزع العملة الزائفة بين الناس في مثل هذا نصحته لم يقبل النصيحة تحذر منه هنا لا تقول ينزعج يتأذى يتضايق هذا تحذير واجب هذا تحذير واجب كذلك مثلا طبيب طبيب يؤذي الناس يلعب بالأطفال يؤذيهم يلحق بهم ضررا هذا أيضا يجب التحذير منه وهكذا الذي يغش الناس في دينهم ويفتي بغير علم فهذا غيبته لا تكون محرمة بل هي واجبة يعني هنا التحذير منه لا يكون محرما بل هذا أمر واجب وأمثلة عن الغيبة المحرمة مثلا هو هذا الرجل أعرج هو أعمى هو مثلا قصير هو بدن هو أكول حقيقة هو هكذا وهذه الصفات هي فيه لكن هو لا يرضى لا يقبل يتأذى مع ذلك أنت قلت هذا الأكل أو فلان يأكل ولا يشبع أو فلان يظل نائما وهو لا يرضى لا يقبل فلان زوجته تضربه زوجته تصرخ عليه يخاف من زوجته فلان بيتها وسخ قليلة التربية لا تعرف أن تربي أولادها فلان لا يعرف كيف يدير زوجته هم هكذا لكن لا يرضون لكن لا يرضون أما ما ورد في كتب الحديث عن الأعرج كذا فهذا من باب التعريف وصار للتعريف وهو يرضى ليس حراما أما ما ذكرناه كأن كنت أنت تعرف فلان بدم فلان قصير فلان دميم الخلقة فلان يخاف من زوجته فلان ينام كثيرا فلان يأكل كثيرا فلان أولاده قليلو التربية وأنت صرت تذكرهم بما فيهم وهم لا يرضون لا يقبلون في خلفهم وأنت تعرف هذا حرام لا يجوز هذه الغيبة المحرمة بعض الجهال ماذا يقول يقول أعور أعور بعينك أنا بقول له إياها بوجه لو كان هو منه موجود إذا أنت جاهل وأنت لا تخاف من الله لا تصير الغيبة حلال لك بل هي حرام لا تصير حلالا لك إذا كنت أنت جاهلا بالأحكام أو كنت وقحا جريئا على المعصية تقول أنا أقول في وجهه هذا لا يجعل الغيبة حلالا لك فاتقوا الله وانتبهوا لأنفسكم انتبهوا لزوجاتكم لأولادكم لبيوتكم لأن الغيبة للأسف كثرت وانتشرت صارت في معظم المجالس وهنيئا لمن حاما ودافع عن عرض إخوانه المؤمنين في غيابهم له أجر عظيم يسكت هذا الإنسان الذي يقع في الغيبة لا يقبل لا يأذن لا يساعد لا يفرح لا يشجع قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي والحمد لله رب العالمين